وكتير من الزوجات في الجرسات الحريمي ما بتخليش بالها وإيه اللي حاصل وتبتدي تشتكي وهي بتتصور إن هي كده بتفطفل لكن هي في الحقيقة بتشعل النار في بيتها فمن أخطر الأشياء إن الزوجين يفضلوا يحكوا عن حياتهم ويقرنوا حياتهم ببعض فتلاقي الزوجة مثلا فتلاقي مثلا رجالة بينصحوا صحابهم إنه بقى لما مراتي عملت كده أنا ضربتها وودتها بيت أهلها وممكن يقول أنا مراتي لما عملت كده أنا في الحقيقة أنا كان عند احتياج فأكلمت حد ارتحت جدا وهو بيكلمه عن معصية بيكلمه عن سوق أخلاق لكن هو بيقدم له التجربة واللي هو ممكن ما يكونش عملها أصلا والست تقول مثلا أنا جوزي ما يقدرش يعمل معايا كده أنا لو عمل معايا كده على طول أنفاصل بسيب له البيت أو أن أنا دايما أنا مقصص أصريشه طول الوقت ومنفضة جيوبه عسو ما يفكرش وكل دي حكايات ما تكونش موجودة في الحقيقة الحياة دي بتبقى كتير منها مش حقيقة وكل الحكايات دي اللي بتحصل في الأعداد دي بتستغل بعد كده لرسم صورة للزوج أن زوج مش مناسب أو ترسم صورة بقى لزوجها هو بقى أن زوجها خارق أو زوجته هي زوجها خارق فيجي إيه اللي يحصل؟ يجي يحاول ينتقد زوجته ويحاول أنه ينفس ده في حياته فتفسد علاقته من بعض لأنه ده مش موجود فلازم تبقى منتبهي اللي ده لأنها في الحقيقة حكايات مش حقيقية إحنا في الحياة بنمشي على قدنا وبنتعسر وبنخطئ وده بيتغير وبتكون النصايح دي مش مفيدة في الحقيقة عاملة بزبط زي النصايح السوشيال ميديا اللي بينصحوها الناس على الجروبات اللي فيه كل واحد بيطلع السم اللي جواه وبيروح نفسه فيطلع في شكل النصايح ولا عزو الله هي مش نصايح بتبقى ولا عزو بالله نران تلهي بالقلوب ولزاك لابد ان احنا ننتبه اللي ده جدا 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 الإجراء الخامس لازم نرع الحدود والأصول الزوجية فلازم الزوجين يرعوا الحدود الحدود الشرعية اللي الشرع وضعه واحنا بتتعامل مع الناس بشكل عام بشكل أساسي فما فيش بقى ماينفعش لا بوس ولا أحضان ولا الكلام ده كله لازم الناس تكون عندها قدر كبير جدا جدا من مراعاة إنهم ما بقوش زي أي وقت تاني طبعا حنا بنقولش إن الكلام ده بيكون جائز في الأوقات التانية فلازم نفرق ما بين الشخص اللي مش محرم والمحرم ماينفعش إنها تتعامل مع ابن خالتها ولا ابن خالها على إنه هو زي أخوها فيبص يلاقي زوجها إنها لبسة لبسة مش مناسب إنها تقعد به وبن خالتها موجود ولا ينفع إنه نتعامل مع بعض بهذه المباسطة اللي تخلي يبص يلاقيه في أماكن مش موجودة ماينصحش إنها ويبقى موجود فيها في البيت كل دي أداب لازم نتعلمها ولازم نحافظ عليها لإن لو ما حافظناش عليها البيوت بيحصل لها نوع من أنواع الخراب يعني لما يدخل حد غريب البيت ماينفعش يدخل يتجول في غرفات البيت ده من الصحش إحنا أهل لما حد بيكون ضيف في البيت لازم يقعد ولما يتحرك يتحرك باستئزان هي دي الأخلاق وإحنا لسه ذكرين إن الإنسان ماينفعش يدخل البيت إلا باستئزان من باب أول ماينفعش يتجول في البيت إلا باستئزان فالمرأة لازم تلتزم بزيها ويقعدة في حضرة المحارب في حضرة الأجانب وما تتعاملش معهم على إنهم زي المحارب وبعد كده لما هو يتغزل فأي جزء من أجزاء نقول هو الغلط جم نين ولازم ما يبقاش فيه نوع من أنواع أنا أقول لكم حاجة ساعات بيبقى فيه سنة كده إن أنا لسه وحدة بيوع جبية وهو سنة برضه أنا لسه معجباني ممكن البنات فبلاش الكلام اللي فيه كده إثارة إنه أنت إنه أنت مطلوب وإن هي مطلوبة ده بحد ذاته حرام ليس من الق ليس ليس هذا الكلام إلا من اللغو وأي كلام بيكون في هذا السياق فهو الكلام اللي بيوجع ده ده كلام مؤذي وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا ضرر ولا ضرار فهذا الكلام يضر غيرك إنه هو يطمع فيك ويدر كمان زوجتك ويدر كمان زوجك فبلاش الكلام اللي فيه نوع من أنواع الدلع ونوع من أنواع الكلام اللي يخلي هي تقولك أنا عملت حاجة ده أنا بس خليته يغير أه بس الكلام ما كانش صح أه وأنا عملت حاجة ده أنا بس عشان أعرفها بس يمتجوزها مين لا كل الكلام ده مش صح لأن ده ما يصحش إنه 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 ولذلك ما ينفعش كمان الزوجة كمان تقعد فترات طويلة ومقفول عليهم الباب وبالمفتاح ما حد مثلا فكل الحاجات دي ما ينفعش ما ينفعش ما يجس الأحكام الشرعية دي لازم نرعيها فما يجس مثلا إنه نحن نتعامل كما نتعامل مع أخويا فكرة إنه أخويا دي ده كلام نتكلم فيه في المسندة نتكلم فيه في المساعدة لكن أكيد مش هنتكلم فيه في العورات ولا هنتكلم فيه كمان في إن الواحد دي يكشف اللي في باطنه واللي جواه وأسراره لإن الأسرار دي ما بقتش ملكك لوحدك ولا بقت ملكك لوحدك وكنافس الكلام ده بنقوله على الرجل واللست ليه طيب لإن الالتزام بالأصول دي هو اللي بيطيب الخواطر ويخلي الناس حسة إن هم بيتعاملوا باحترام وبأدب وبحدود فمسألة أصلنا ما تربيين ما بعض دي تتعلق بالهد والمعاملة الحسنة مش بالتعاون في الحدود الشرعية يا سيدة كل ما نتعامل مع ده ونضع الحدود وكل ما نتعامل بشكل صحيح مراعاة للحدود الشرعية كل ما النفوس تطيب وكل ما الأمور تهدى وكل ما الشك يبعد من البيوت وكل ما العكارة تزول خلوا دايما البيوت بيجري فيها الماء الجاري اللي هو ماء المحبة والحياء ويه كمان إن كل واحد فينا يراضي شريك حياته وما يحاولش يستخدم المعكرات عشان يخلي قلبي تخلي قلبي جزء يغير ولا يخلي قلبي مراته يغير لا المعكرات مش علات لابد أن نطهر البيت منها بالتفاهم والتواصل والاتفاق ومراعاة كمان القيم والأخلاق في كل أحوال يا رب جعلنا دايما نحافظ على قلوب أحبابنا وما نقزومش وما نعكرش يا رب العالمين عليهم محبتهم لينا وجعلنا يا رب دايما من المتحبين يا رب العالمين